مبروك لمصر نجاح المهرجان بهذا الشكل مبروك الصورة الرائعة اللي نقلناها كمصريين للعالم كله عن مدينة العالمين السحيرة الجميلة اللي بالمناسبة أظن أنه ناس كتير من اللي كانوا موجودين لحضور فعاليات المهرجان حتى بعد ختام المهرجان الناس لسنا موجودة هناك ناس حقيقي مبسوطة بالمدينة الجميلة دي مبسوطة بالجو هناك مدينة سحيرة حقيقة عشان كده هروح لهناك محمد سعد زميني موجود هناك ويقول لنا بقى من العالمين الجديدة حصاد المهرجان وقراء الناس ما بعد ختام المهرجان وانت كمان يا محمد يعني أظن أن انت مش عايز ترجع ولا ايه يعني بقى لك شوية حلوين هناك نرجع بقى ولا ايه صباح الفل يا محمد صباح الخير يا ايا وصباح الخير على كل مشاهدي تماني الصبح والله بالفعل يا ايا زي ما انت بتقولي يعني أنا النهاردة زعلان عشان خلص المهرجان خلص حقيقي مبارح في آخر حفلة مبارح حضرنا طبعا حفلة شار موفرز يعني وانا بشوف كده المهرجان طبعا انت عارف ايه انا كنت في بداية المهرجان من اول مؤتمر الصحفي وانا بشوف طبعا المهرجان خمسين يوم طبعا من الابداع خمسين يوم من الفن خمسين يوم من الفعاليات الرياضية خمسين يوم من التميز لو حبينا نعمل عنوان لمهرجان العالم عالمين باللي انا شفته فيه كواليس كتير جدا يمكن هحاول احكالكم على مهرجان العالم عالمين عشان احنا اللي شفنا الكواليس دي احنا اللي شفنا الناس دي ازاي طلعت بالمهرجان ده يعني بالشكل الجميل ده ممكن نعمل عنوان ليه مهرجان العالم عالمين هو التميز والاختلاف التميز في كل شيء التميز عن اي مهرجان التميز والاختلاف في كل شيء طبعا كان في التنظيم وفي حضور الجماهير في الإقبال الجماهيري في كل شيء آخر حفلة مبارح هياها كانت حفلة شارل موبرز ودي طبعا كانت الختام كان طبعا فيه فاير ووركس وكان فيه دانسنج فاونتين الحفلة كانت كاملة العدد الجمهور برضو يعني الحفلة كانت سولد أوت شارل موبرز طبعا كان فيه تفاعل كبير جدا مع الجمهور شفنا على مدار خمسين يوم الصورة اللي انتم شفتوها هياها ديت وراها عدد كبير جدا من المصريين والعمال المصريين والشباب المصريين على سبيل المثال مسرح زي مسرح المسرح المغلق اللي كانت طبعا أول حلقة تقدمت فيه حالة أستاذ سعاد يونس المسرح ده حرفيا قام في سبوع بالزبط قدامنا يعني أنا كنت قاعد يوم ألاقي المسرح الخشب بتعمل اليوم التاني خلاص بدأ اللي هو يعني سرعة ما شاء الله وطبعا يعني احترافية كمان في كل حاجة الكراسي في كل الأماكن لا كان مجهود جبار تقدم طبعا الفعاليات من أول الفعاليات الرياضية أنا فاكر كان طبعا من أول فعالية الرياضية طبعا التيك بول ورياضة القرى الشاطئية طبعا للجيل الدهبي اللي كان شارك فيها طبعا كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي أربعين لاعب من كلنا من حبهم كابتن عصام الحضري كابتن أحمد حسن كابتن محمد فضل عدد كبير جدا من لعيبة طبعا الجيل الدهبي وتحدي الجيل الدهبي طبعا كان الفعالية جميلة جدا بعد كده شفنا عدد من الفعاليات الرياضية المختلفة زي مثلا سكاي دايفينج شفنا رياضة ترايسلون السباحة الجاري ركوب الدراجات سباح السيارات رياضة الجيت سكي لا رياضات وفعاليات مختلفة كانت بتقام في أماكن مختلفة في كل شبر في مدينة العالمين الجديدة مجهود جبار قامت به الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية وبجد اللي احنا لازم كلنا نفتخر ان احنا ننتمي لهذا الكيان العظيم عشان انا شفت مجهود جبار من كل الناس الموجودين في الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية عشان يطلع بالشكل اللي كل الناس وكل المشاهدين شافوه على الشاشة الشكل الرائع الشكل الاحترافي بشكل بسيط جدا يعني تشعري كده مبارح منسة وانا بشوف خلاص ختام المهرجان يعني تقولي ان مصر لما بتقرر تعمل مهرجان ترفيهي لازم تكون رقم واحد عشان يا ايا بشكل بسيط والإجابة بسيطة عشان احنا دايما الحمد لله رب عمين مصر دايما في المقدمة ودايما مصر هي الأصل في الفن وفي تقديم المجالات الترفيهية عشان كده بصراحة المهرجان كان ناجح جدا كل الناس هنا طبعا بتقدم الشكر لشركة المتحدة لخدمات الإعلامية كل الناس منتظر النسخة التانية لمهرجان العالم عالمين دي كان طبعا آخر الفعاليات كان حفلة شار موبرز وكان طبعا ده كان ختام مهرجان العالم عودة إليك يا ايا مرة تانية شكرا ليك محمد سعد من العالمين الجديدة من على شاطئ البحر وشايف الجو جميل جميل وراك يا محمد حقيقي والمية صفية وتجنن والشاطئ الرملي الناعم فأنا بشكرك طبعا وهسيبك تستمتع بالأجواء الشاطئية السحيرة خاصة أنه درجة الحرارة في العالمين النهاردة لا تتجاوز التلاتين فهي أجواء جميلة جدا جدا كل الناس اللي لسه موجودين هناك اللي انبهروا وتسحروا بالمدينة الجميلة العالمين الجديدة هناك اللي مش عايزين يمشوا حتى بعد اختام فعاليات المهرجان استمتعوا بالأجواء الرائعة عندنا في مصر